بمناسبة النجاحات العربية أنا لازم أتوجه بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية لنجاحها في استضافة إكسبو 2030 والحقيقة كان مشهد كل إخواننا السعوديين مشهد مفرح جدا عندما تلقوا هذا الخبر أنتوا عارفين إكسبو ده حاجة عالمية بتحصل كل عشر سنين من أكبر التجمعات اللي في العالم كل الدول بتبقى موجودة كل الدول بيبقى عندها أجنحة شفنا الإمارات نظمة الإكسبو 2020 واللي طبعا بسبب الكورونا اتعامل 2022 أنا بقول لحضراتكم توقعوا استعدادات وتجهيزات عالمية من المملكة العربية السعودية في هذا الملف فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم إكسبو 2030 هو فوز مستحق ويعني مع كامل احترامي وتقديري لا أعتقد أن هناك من الملفات أو من المتنافسين أو من أي حد كان يفكر أن هو يستضيف هذا الملف يملك البنية التحتية والبنية البشرية والفكر المتحضر اللي جيل الشباب يقود به المملكة العربية السعودية في هذا الوقت فحسنا فعل العرب وحسنا فعلت المملكة العربية السعودية والحقيقة التصويت كان فيه 119 صوت فيعني ده رقم كبير دي أغلبية كبيرة جدا دليل اقتناع وعايز أقول لحضراتكم حاجة بالمناسبة وده هتشوفوه في كاس العالم اللي جاي أنا موضوعي جدا في طرح كل الأمور تنظيم قطر لكاس العالم اللي فات لن يحدث مرة أخرى يعني إلا في دولة عربية أخرى تاني يعني أنا بقول أنه أمريكا وأعتقد أمريكا والدول الأخرى أو دولتين كمان هيبقى فيهم كاس العالم كندا والمكسيك وأمريكا هيبقى فيهم كاس العالم القادر أنت متخيل أن أنت هيبقى عندك ماتش في كندا وبعدين مجموعتك تتغير تطلع على أمريكا وبعدين تطلع السيمي فاينل تروح على المكسيك في قطر ولأول مرة ولأول مرة أعتقد أن تكون جميع المباريات يعني بينك وبينهم تقريبا عشر دقائق أنت ممكن تحضر ثلاث مباريات فيهم واحد فقطر تجربة متفردة وأعتقد أنه كاس العالم مش هيشوف نجاح زي اللي شافه في تنظيم قطر لكاس العالم إلا لو إلا لو هناك دولة عربية أخرى وأنا أعتقد أن هناك استعدادات يعني السعودية لهذا الأمر ستنجح أيضا نجاحا كبيرا ليه العرب بيتميزوا فكرة التنظيم لحسن الاستضافة إحنا بنمتاز بهذه الأمور ودول الخليج بتزاد عندها فكرة الإمكانيات الكبيرة وبتبقى البنية التحتية بتاعتهم ضخمة جدا بيقولوا أحدث حاجة في كل حاجة زي ما شفنا قطر أبهرت العالم في كاس العالم برضو أعتقد أنه لو السعودية فازت بتنظيم كاس العالم هيكون شيء مشرف للعرب إذن مرة أخرى أبارك للمملكة العربية السعودية فوزها بأكسبو 20-30 فوز مستحق 119 صوت أمر يدعو إلى الفخر تماما ترجمة نانسي قنقر